صف مدرسي كامل قرر معارضة سلطة بلاده والاحتجاج بسبب اللاعب بوشكاش أنا محمد الرمحي أصحابكم بهذه القصة من التاريخ الألمانية بعد هزيمة ألمانيا بالحرب العالمية الثانية تم تقاسمها بين السوفيت والأمريكيين فانقسمت البلاد إلى دولتين الأولى هي ألمانيا الشرقية التي كانت تحت نفوذ السوفيت سادت فيها الأساليب المخابراتية القمعية السوفيتية وكان مواطنوها يكتبون التقارير ببعضهم لجهاز استاذي الذي كان يعد أنفس الناس وكانت عاصمة البلاد هي القسم الشرقي من برلين أما القسم الثاني من ألمانيا وهو ألمانيا الغربية فقد وقع تحت النفوذ الأمريكية حفظ الأمريكيون في هذا القسم على الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق لذلك ازدهر هذا القسم وعاش الألمان فيه حياة رغيدة بينما إخواتهم في ألمانيا الشرقية يعيشون قمعا وفقرا وتهمشا وكان الألمان الشرقيون يتطلعون للتحرر مثل إخواتهم في ألمانيا الغربية في أكتوبر عام 1956 قامت ثورة شعبية ضد القمع السوفيتي في المجار انتصرت الانتفاضة في أيامها الأولى وهزت الحكومة المجارية الموالية للسوفيت وانتشرت أخبار عن سقوط ضحايا من المجاريين كان من بينهم لاعب كرة القدم الشهير وقتها بوشكاش تفاعل مجموعة طلبة ثانوية من ألمانيا الشرقية بالأخبار ورأوا فيها الأمل بالتحرر من السوفيت وقرروا على إثر ذلك تأييد الشعب المجاري في انتفاضته عندما دخل الأستاذ إلى الفصل المكوى من 20 طالبا وقفت طلبة صامتين لمدة 5 دقائق بينما كان الأستاذ يصرف بهم عن السبب وصلت أخبار دقائق الصمت إلى جهاز الأستاذي وبدأوا تحقيقات مكثفة مع الطلبة حاولت طلبة تملس من البعد السياسي بالقول أنهم وقفوا دقائق الصمت على بوشكاش لاعبهم المفضل لم يقتنع المحققون بما قاله الطلبة وقرروا تقديمهم للمحاكمة بتهمة معادات الدولة وقبل أن يتم إلقاء القبض على الطلبة رسميا هرب الطلبة والطالبات تحت جنح الظلام صوب ألمانيا الغربية تم استقبالهم بمراكز للجوء هناك ووصلوا حياتهم في ألمانيا الغربية حتى سقوط جدار برلين عام 1990 وتوحد شطري ألمانيا أعدى الطلبة وهم كبار عام 1996 ليجتمعوا في الصف الذي وقفوا فيه دقائق الصمت في ختم حلقتنا نستذكر قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغية صدق الله العظيم سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته